اشتركوا في القناة ونصلي على النبي اللهم صلى الله عليه وسلم وبرك على سيدنا محمد ونبدأ سوى هناخد من الارضة ان شاء الله اربعة امينو أسد او هم اكشوال يعني تلاتة وفي حاجة تانية في النص كده هناخد السستيين والميسيونين والبرانش الاتشين امينو أسد وهناخد حاجة كمان اسمها الجلوتاثيون يعني ليها علاقة بالامينو أسد واحدة واحدة كده ونقول سوى نبدأ بالسستيين السستيين ده من عيلة الامينو أسد طب ايه المميز له يا سلمة؟ هو سالفر كونتينينج أمينو أسد يعني فيه اس ايتش جروب يبقى ده الحاجة المميزة للسستيين ماشي يبقى هو اس ايتش جروب وهو له كاربون سكيليتون ادي كاربون ودي كاربون والدنيا تمام ودي أمينو ودي أسد زي ما اتفقنا قبل كده طيب هو اسسينشيال نون اسسينشيال نون اسسينشيال نون اسسينشيال يعني ايه؟ يعني مش مهم أخده من برا يعني بصنعه جوه جسمي بصنعه جوه جسمي ازاي؟ قال لي مش هو له حاجة مميزة اللي هي الثيول جروب او الثيول جروب دي بجيبها من حاجة والكاربون سكيليتون الكاربونات بتاعته دي بجيبها من حاجة تاني يبقى أنا محتاجة حاجتين أصنع منهم السستيين طيب الكاربون سكيليتون بتجيبه منين؟ بجيبه من السيرين عمينو أسدتين والثيول جروب بتجيبها منين؟ من الهوموسستيين يبقى أنا بجيب سيرين وهموسستيين أحطهم على بعض كونت سستيين تمام؟ سهلة خلص أهي ما فيش أي حاجة طيب فاكرين السيرين الناس الشاطرة المركزة اللي سمعت أول محاضرة وركزت فيها السيرين قلنا أنه بيدي فيروفك أسد ومن هنا قلنا أنه هو بيبقى إيه؟ بيبقى جلوكوجينيك يبقى بنفس الفكرة أنا جايبة السستيين من السيرين والهوموسستيين يبقى السستيين نفسه هو كمان إيه؟ بيقدر يدي بيروفك أسد عم طريقة دي سالفا هيدريز وفي نفس الوقت يبقى هو إيه؟ جلوكوجينيك أمينو أسد تاني قلت لكم أن السستيين ده ماله سيول أو سالفر كونتينيك أمينو أسد بجيبه منين؟ قال لي بجيبه من السيرين بيديني الكربون سكيلتون ومن الهوموسستيين يديني الثيول جروب هو جلوكوجينيك علشان يقدر يديني البيروفك بيدي سالفا هيدريز دي طريقة تصنيعه بيقول لكم أصلاً علشان أجيب الهوموسستيين أنا لازم أستخدم في الأول الحمض الأميني للأساس يعني الأب الروحي للمجموعة دي اسمه ميثيونين ماشي؟ يبقى الميثيونين ده كمان هو سالفر كونتينيك أمينو أسد أيوه يبقى أنا قلت السستيين والميثيونين طب ماشي انت جبت الهوموسستيين حل؟ ده قلنا أنه هو الثيول الثيول كونتينيك أمينو أسد طيب الكربونس كنتم بتجيبه من أين؟ بجيبه من السري أجي حط الهوموسستيين على السري طيب انت ليه بتحطوهم على بعض أصلاً؟ معلش هو علشان أبدل وأعمل حركات كده في النص عشان أكون السستيين في الآخر بكون سستيينين ده مركب في النص بعد كده أكسر السستيينين ده ويديني سستيين ماشي؟ مش مهم التفاصيل دي قوي أنا عايزيكوا تصحصحوا معايا بس في النقيق المسيونين ده القب الروحي للمجموعة بتاع السلفر كونتينينج أمينو أسد يبقى المسيونين والسستيين سلفر كونتينينج أيوة سلفر كونتينج ماشي بجيب هوموسستيين وحط عليه السيرين يديني سستا سيونين السستا سيونين بكسره بالسستيين إنزايم بكسره بالسستا سيونينيز إنزايم يديني السستيونين ماشي؟ مسيونين يديني هوموسستيين على خطات في النص تمام طيب بيقول لي بقى طب ايه همية السستايين ده والله السستايين ده في لو جبت اثنين سستايين في بعض ادي هنا الاس اتش ودي هنا الاس اتش همسكهم في بعض هنا كده تمام دي اسمها ضاي سالفايد بوند الضاي سالفايد بوند دي اما تكونت وجبت من هنا سستايين وهنا سستايين لزقتهم في بعض كون لي المركب ده كده بقى اسمه سستايين اهو دي كتبته اهي سستايين يبقى سستايين وسستايين الدني سستايين ايه لازمة السستايين ده والله المفروض ان الداي سالفايد بوند اللي موجودة فيه عارفين لما انتم تابقوا جايبين معاكم حاجة كده اهو دي حاجة عايزين تثبتوها في بعضها فتمسكوها في بعض بروابط من هنا في النص كده الروابط دي عايزينها قوية ومحترمة كده ومسكة نفسها عشان تحافظ على التركيب والشكل بتاع الحاجة نفس الفكرة بالضبط الاثنين سستايين بيمسكو في بعض اهو الاثنين سستايين بيمسكو في بعض عن طريق داي سالفايد بوند دي دوني سيستن السيستن ده بدخله في تركيب التيرشري والكواترنري ستركشورز بتاعة البروتين زي الانسلين شايفين ده تركيب الانسلين اللي يخليه مسك نفسه كده ويثابت على الشكل بتاعه وما يتغيرش ان فيه سويا اكبرلكو ان فيه هنا اهو اهو ادي داي سالفايد بوند مسكين في بعض اهي شايفين روابط بتاعك الاس والاس دي داي سالفايد بوند نتيجة تكوين السستن من السستايين طيب بعد كده عندنا السستايين بيدخل في تصنيع ايه كمان بيدخل في تصنيع البايل سولتس لو فاكريم في اول محاضرة في الجليسين كان عندنا ان الجليسين بيصنع البايل سولتس السستيين كمان بيصنع قالك زي ايه قال لي بيكون لي حاجة اسمها التورين والتورين ده يقدر يمسك بعد كده مع البايل أسد يديني بايل سولتس ويمسك في الاملاح بتاعت السوديم ويديني ايه سوديم توروكوليت يديني سوديم توروكوليت ثالث حاجة ان السستيين بعملية دي كاربوكسيليشن بيديني حاجة اسمها صيول إيثانولامين صيول إيثانولامين ايه الصيول إيثانولامين ده وبيعمل ايه نركز بقى سوى ادي الصيول إيثانولامين بيمسك في حاجة اسمها بنتوثينيك أسد البنتوثينيك أسد ده فورم من الفيتامين بي يعني ده شكل من اشكال الفيتامين بي يعتخده في الفيتامينز ان الفيتامينز اللي هي اشكال كتير طيب تاني الصيول إيثانولامين بيمسك في البنتوثينيك أسد بيديني حاجة اسمها ايه اسمها اربعة فوسفوبنتوسين يبقى تاني السستين بديك ربوكس نيشن ادالي ايه سايول إسانولامين مسك في البنتوسينك أسد فاداني اربعة فوسفوبنتوسين ايه لازمت الاربعة فوسفوبنتوسين ده قال لي والله هو له حاجتين بيكون لي العصايل كاريير بروتين الموجود في الفاتي أسد مالتي انزيم كومبليكس وبيكون لي الكوائش نركز الفاتي أسد مالتي انزيم كومبليكس لو فاكرين من زمان كده السنة اللي فاتت في مدير البيو كنت انا برضو شرحت لكم محاضرة الفاتي أسد سينسيس والليبوجينيسيس وقلت لكم ان في تصنيع الفاتي أسد بيبقى عندي الانزايم اللي هو بيبقى سبع حاجات ده وده هنا سبع برضو وبيمسكوا في بعض بيبقى له من ناحية شيال علشان المواد الخام تعد عليها الشيال ده كان اسمه أصايل كاريير بروتين يبقى الأصايل كاريير بروتين ده مين اللي بيكونه قال لي اللي 4 فوسفوبنتوسيل اللي جاي من السيول إسانولامين مع البنتوسينيك أسد وبيكون لي كمان الكو إيش اللي هو مساعد أنزايم ماشي؟ يوه احنا قلنا لحد دلوقتي في البايل سونتوس والل 4 فوسفوبنتوسيل ماشي؟ ايه كمان بعد كده؟ قال لي بيدخل لي في تصنيع حاجة اسمها الجلوتاثيون الجلوتاثيون ده قلت لكم في أول محاضرة انه هو ترايبيبطايد جي سي جي جليسين سيستيين ولوتاميك أسد خدنا احنا منهم لحد دلوقتي الجليسين والسيستيين يبقى ده الجلوتاثيون وهنتكلم كمان كم سلايد كده عن وظيف الجلوتاثيون وأهميته لأن انت خلاص خدت الأمين وأسد اللي داخل في درستهم الاتنين الجليسين والسيستيين دلوقتي طيب ماشي؟ ايه كمان يا سلمة؟ والله أنا قلت لكم ان السيستيين ده سالفر أو سيول كونتينينج أمين وأسد فيه الـ SH جروب حلو الـ SH دي أكيد دي هلزمة مش موجودة عبسان كده لا الثيول جروب دي بتاعت السيستيين بتكون لي Active Group لإنزايم زيكتي يعني هي تعتبر الحاجة الأكتف والأساسية في إنزيمات تانية بالضبط زي ما فهمته كده طيب عندك حاجة كمان اسمها H2S الـ H2S ده بيتكون عن طريق شغل إنزايم اسمه D-Salfa Hydrates على الأكتف صالفيت لأ هو السورس للأكتف صالفيت واحدة واحدة تي أنا بجيب السيستيين بشغل عليه إنزيم اسمه D-Salfa Hydrates الـ D-Salfa Hydrates في الآخر بيتطلع لي حاجة اسمها H2S الـ H2S دي هي مهمة هي السورس للأكتف صالفيت إيه هو الأكتف صالفيت ده؟ حاجة اسمها بابس ماشي؟ فوسفو أدينوزين فوسفو صالفيت مش مهم خالص فهمته بس من الإسم اللي أنا قلته إن هو بيبقى فيه إيه؟ بيبقى فيه صالفيت بس ده اللي أنا عايزةكم تعرفوه لازمته إيه البابس ده؟ اللي هو بيستخدم إن هو يعمل إزالة للسمية بتاعت الإندول والسكاتول رينكس دي حلقات بتبقى ممكن تبقى مضرة في الجسم وكمان في تصنيع Sulfur Containing Compounds لإن أنا عمارة أقول لكم منزعتها نفيه صالفيت يبقى Sulfur Containing Compounds زي إيه؟ زي الفوسفو لابد حلو يبقى دي وظائف السيستيين لحد دلوقتي ماشي؟ هقولهم لكم تاني في السريع يبقى السيستيين لحد دلوقتي قلت إن هو إيه؟ بيكون للسيستين اللي بيمسك في الرابط دي بيعمل الرابط دي في التيرشاي والكواتيرني استركشورز بتاعت البروتين زي الإنسل يبقى بيكون للسيستين وإيه كمان؟ بيكون بايل سولتس بيكون أربعة فوسفوبنتوسين عن طريق إن هو بيديني سيول إسانولامين اللي بيمسك في البنتوسينيك أسد اللي أربعة فوسفوبنتوسين ده مهم من الأصائل كارير بروتين والكو إيش وقال لك كمان بيصنع الجروتاسيوم السيول مهمة إن هي أكتف جروب لإنزايمز كتير والإتش تو إس اللي بيكونه هو سورس للأكتف صالفات اللي هو البابس البابس ده للديتوكسيفيكيشن اللي اندروا السكاتورينكس وبيكون لي سالف وليبت حلو بعد كده بيقول لك إيه هي بتاعت السيستيين والسيستين ميتابوليزم أول حاجة معي كاسمها سيستين يوريا ركزوا بقى في نطقي أنا قلت إيه قلت سيستين يوريا يبقى إيه اللي بيزيد السيستين في اليورين ماشي السيستين اللي هو كان إيه كان اتنين سيستين في بعض حلو نركز بقى بيقول لي إيه السيستين يوريا ده له اسم تاني سيستين ليسين يوريا أو ضاي أمينو أسدوري يعني إيه الكلام ده يعني السيستين وحاجة تانية اسمها اللايسين بيزيده في اليورين ضاي يعني اتنين يعني بيقولك عندك اتنين أمينو أسد في اليورين طب انتا ليه بتديهولي بقى في جزء السيستين أصلا والسيستيين والله هو بيقولك أن السيستينيوريا ده جينيتك حاجة ورصية بيبقى فيه defective renal tubular reabsorption للسيستين والليسين والأرجنين والأورنيفين لا ده أربع حاجات مع بعض أصلا أيوة أربعة أمينو أسد الكليا مش عارفة تعمل لهم reabsorption وتعيد امتصاصهم من تاني فبينزلوا في اليورين الأربعة كميتهم بيزيدوا في اليورين ليه انت بتقولي عليه سيستينيوريا ليه بتقولي عليه سيستين لأن السيستين ده هو بيبقى insoluble في الووتر فبيترصب وبيبدأ يعمل لك حصوات عشان كده انت بتقول عليه سيستينيوريا لكن فعليا في كم أمينو أسد بيزيدوا في اليورين أربعة سيستين وليسين وأرجنين وأورنيسين طب علاج الكلام ده بإيه أن انت يا أم أول حاجة هتزود حجم اليورين والله انت لو عندك حصوة هنا كده في كمية مية قليلة غير أما يبقى عندك نفس الحصوة في كمية مية كتير سهل ان هي تتفتت وتتكسر بسهولة وتبقى تخلصت منه طيب ايه كمان؟ انت تعمل الكلانيزيشن لليورين احنا عارفين ان اليورين بيبقى سيدك لو انت عملت له الكلانيزيشن وخليته يبقى قاعدي شوية اه ده ممكن يخلي الحصوات بتاع السيستين تبدأ تزيد تزود السوليابيليتي بتاعتها او تدي عليك اللي هو الدي بنسلمين مضاد حيو يبقى السيستينيوريا بيزيد لك أربعة مينو أسد في اليورين تعالج الكلام ده بإيه؟ تزود حجم اليورين تعمله الكلانيزيشن او تدي دي بنسلمين مضاد حيو طيب تاني حاجة اسمها ايه؟ اسمها سيستينوزس سيستينوزس ده حاجة في التخزين على طول عرفوها كده تقعدة ليكم يبقى سيستينوزس اسمه سيستينيورجي ديزيز ده برضو جينيتك اللي بيحصل اللي في حاجة اسمها سيستين كريستلز السيستين كريستلز دي بتبدأ تترصب في الأنسجة زي ايه الأنسجة بالزاد؟ زي حاجة اسمها الريتيكلو اندوسيليال سيلز الريتيكل وإندوسيليل سيلس زي الخلايا اللي موجودة في الكبد في العين حاجات زي كده طيب إيه اللي بيحصل؟ والله بيبدأ يترسب فيها السيستين كريستلز بتزيد أهي سيستين كريستلز تبدأ نترسب فيها ماشي إيه الكلام بقى اللي بيحصل بعد كده؟ قالك ممكن يحصل الرينا لتبدأ طبوس خالص والجنراليزد أمينو أسدوري جنراليزد يعني كل الأمينو أسد هتزيد في اليورين؟ أيوة ليه؟ لأن انت بوزت الرينال انت بوزت الرينال فانكشن فالكليا مش عارفة تنتص الأمينو أسد الكليا كلها بوزت مش عارفة تنتص ولا أمينو أسد الأمينو أسد كلها تنزل في اليورين يحصل لك جنراليزد أمينو أسدوري قالك السيستينوزز ده لو حصل في الأطفال غالبا بيموتوا بدري ان تيجز الرينال في اليور ده ماشي؟ يبقى أنا أقول لكم الحدد لوقتي في الإنبورن إيروز بتاعت السيستين سيستينيوريا أربعة أمينو أسد بيزيدوا في اليورين عاركوز زي زود حجم اليورين يعملوا أمينو أسدوريز ده لو دي بين السيلمين طيب السيستينوزز أوزز يعني السيستينيستورجيو ديزيز في التخزين بيزيد السيستينكريستلز في الريتيكلون دو سيليال ثلث فيعمل لك إيه؟ الكليا كلها بوز فتعمل لك جنراليزد أمينو أسدوري والأطفال الصغيرين بيموتوا بدري بسبب الرينال فليل ماشي؟ بعد كده الجلوتاثيون important والله هنقول لكم أن الجلوتاثيون ده تريبيبتايت جي سي جي جليسين سيستين جلوتاميك أسد انت خدت الجليسين والسيستين فقاني الأواني أنت تعرف إيه أصلا دور الجلوتاثيون ده دور الجلوتاثيون أنه هو بيعملك absorption للأمينو أسد في الانتست مهم للموضوع antioxidant يعني مضاد للأكسدة فأي عمليات في جسمك بيبدأ يطلع مواد سمه زي الـ H2O2 فوق أكسيد الهايدروشيد عشان تشيل الحاجات ذي محتاج antioxidant مضادات أكسدة الجلوتاثيون antioxidant لأن فيه انزيمات زي البيركسيديز والريدكتيز بتعتمد عليه فتلاقي اسمها أصلا إيه؟ جلوتاثيون بيركسيديز وجلوتاثيون ريدكتيز حل؟ طيب إيه كمان؟ اللي هو مساعد انزيم للإيه؟ الانزيمز الدي اللي بيساعدها جلوتاثيون إنسولين ترونس هيدروجينيز ميلو أسيتو أسيتيت ايزوميليز ماشي يبقى هو مساعد انزيم وبيعمل إيه كمان؟ إزالة للسميل detoxification للأروماتيك كومباون زي البرومو بنزيم واحدة واحدة يبقى الجلوتاثيون أنا كنت حافظهم إيه؟ إنه هو بيعمل إيه؟ امتصاص وإزالة ومساعدة كنت حافظهم كده السنة اللي فات absorption بيمتص الأمين وقسم من الأنتزيم إزالة لأنه هو antioxidant مضاد للمواد السمه دي مضاد للأكسدة وديه toxification للبرومو بنزيم بقديمتصاص ودي إزالة طب مساعدة لأنه هو كو أنزيم لبعض الإنزيمين حل؟ ماشي بعد كده عندك حنضة أميني تاني اسمه المسيونين هناخد المسيونين بعد أن نراجع على السستين والمسيونين سوا اتفقنا؟ فركزوا معي بقى الناس اللي كانت تهيت ميني صح صح تاني ده أمينو أس الجديد وبهجة الجديد خالص نركز سوا المسيونين ده إيه المميز له يا سلمة؟ برضو سالفر كونتينينج أمينو أسد سالفر كونتينينج أمينو أسد حل؟ يعني فيه SH group هو essential الحمد لله ريحتيني essential ومهم أني أخذه من بره فمتعشوش هتقوليلي على التصنيع بتاعه هو الجسم خالص ماشي طيب هو جلوكوجينيك ولا كيتوجينيك؟ جلوكوجينيك صح صحوا بقى كده عشان الحتة دي قلنها قبل كده الناس المركزة هتبقى فهنان على طول الجلوكوجينيك ليه؟ هو بيتحول لهوموسيستيين بالترانسميسايليش والهوموسيستيين مع السيرين كان بيديني إيه؟ كان بيديني السيستيين حل؟ يبقى دي تصنيع السيستيين اللي احنا قلناها قبل كده طيب الكلام على إيه أصلا؟ الكلام أن أنت طالما أنا قلت لك سيرين قلت لك سيرين في الموضوع يبقى جلوكوجينيك على طول طيب الهوموسيرين بقى هو كمان بيديني بيدي هودراتيز ألفا كيتو بيوتاريت بيحصل له اكسيداتي في دي كاربوكسيليشان يديني بروبرونايل كو ايه؟ أنا معلملكو بس على المواد اللي بتبقى انترميديات في تصنيع الجلوكوز بيقولك يعني ليه قلت عليه جلوكوجينيك من نهاية يعني بيديني لك بروبرونايل كو ايه وبيديك ميسايل مالونايل كو ايه وبيديك سكسينايل كو ايه والسكسينايل بيديني لك وجزاله أسدك شوي بمركبات وخلاص الميسيونين هو أهميته ايه؟ والله اهميته اللي احنا عارفينها كلنا عارفينها من أول أمينو أسد انه هو بيديني السستيين لانه هو بيصنعلك الهوموسستيين اهم حاجة في الميسيونين اهم حاجة اهم حاجة لصبح هو ميثايل دونر من اسمه ميثيونين ميثايل دونر ميثايل دونر ازاي بيديك سي اتش سري اللي بيديني الاكتف فورم منه اس ادينوزايل ميسيونين او السام او السام الاس ادينوزايل ميسيونين السام او الاكتف ميسيونين ده بيستخدم في عمليات ترانس ميثايلاشن انت تنقل ميثايل جرو مهم مهم للصبح ماشي الميثايل كمان لايبوتروبيك فاكتور يعني ايه لايبوتروبيك فاكتور والله لايبوتروبيك فاكتور يعني هو بيستخدم يعني ايه بيزبط لك كده نسب الليبد في الجسم ويشيلها الحاجات الزيادة من على الكبد يشيلها يعني له دور في العمليات بتاعت الليبد وكلها يبقى لي علاقة بالVLDL طيب من صح صح بقى المسيونين هو كولين بيكون لي كولين الكولين ده بيكون ايه الفوسفو ليبد فلوه دور في تصنيع اللي يقدر يحول لك الفات من الليفر هتاخدوا ان شاء الله في الجي ايتي انه في حاجة بتحصل اسمها فاتي ليبر يعني الكبد مدهنن كده مليان متحوط بفات عشان تشيل الفاتس دي محتاج اللي يسعبك فالمسيونين بيكون لك الكولين اللي بيكون الفوسفو ليبد اللي بيكون اللي بيكون اللي ديال ماشي وهو السنشيال عمينو أسد نيد للسنسس بتاع ايه ايبو بروتينز الايبو بروتينز مهمة لإيه للVLDL طيب يبقى لحد دلوقتي قلتلكم في وظائف المسيونين ان هو بيعمل ايه بيصنع السستيين والسام مسايل دونر وهو كمان بي مهم لحاجات الVLDL ازاي يا سلمة قالك بيصنع لي كولين وبيصنع لي كمان ايبو بروتين حل؟ ماشي طيب السام بقى نبدأ نتكلم عنه كلمتين لوحده السام قلتلكم ان هو في عمليات ايه الترانسميسيليشن يعني ان هو ينقل ميسايل جروب زي ايه بقى اللي بيحاولي الجوانيدو اسيتيت لكرياتين الناس بقى الشاكرة برضه فاول محاضرة هيبقوا فاكرين الموضوع ده قلتلكم الكرياتين ده بصنعه عن طريق الجليسين والارجينين قلتلكم جليسين وارجينين بحطهم على بعض وبعد كده بكون حاجة اسمها الجوانيدو اسيتيت حلو؟ الجوانيدو اسيتيت ده لازم احط عليه CH3 بحط عليه CH3 اللي جايبها من السام عشان يديني الكرياتين بعد كده في الاخر وقلتلكم ان الكرياتين بيبقى مهم لتصنيعه ثلاثة امينو اسيت الجليسين والارجينين والسام اللي جايبها منه CH3 يبقى السام مهم لعملات الترانسميسيليشن تحويل جوانيدو اسيتيت لكرياتين السانولامين لكولين نور إبنفرن لإبنفرن ان اسيتيتيل سيريتونين لميلاتونين نصيليشن دي ايه لأرق نيه يعني الحتة دي مش قوي برضو طيب الميتابوليك إيرز بتاعت المسيونين والسيستيين ركزوا بقى في الحتة دي عشان ما اتهوش مني انا بقول لكم ان في حاجة اسمها هوموسيستين يوريا يعني اللي بيزيد في اليورين يا سلمة الهوموسيستين بمنتهى البساطة اللي بيزيد في اليورين الهوموسيستين قالك اه بيحصل اكسكريشن للارج اماونت من الهوموسيستين اللي هو اصلا الهوموسيستين اللي هو اتنين هوموسيستين يعني اتنين هوموسيستين اداني هوموسيستين الهوموسيستين ده يزيد في اليورين ليه يزيد قالك نوعين يا طيب ون يا اثر تايبز طيب ون بيحصل في السيستة صيونين سينسيز انزايم ايه السيستة صيونين سينسيز ده قالك السيستة صيونين سينسيز كنت بجيب الهوموسيستين وحط عليه السيرين واجيب سيستا صيونين سنسيز يديني ايه سيستا صيونين من اسمه طيب اللي بيحصل اللي ده في مشكلة فانا مش عارفة صنع السيستا صيونين فإيه اللي بيعلى قالك اللي بيعلى ايه الهوموسيستن وبيعلى كمان فوق السام ليه بيعلى السام لان السام ده هو كان بيديني هوموسيستن ماشي دولك الحاجات اللي فوق بتزيد نسبتها لان انا مش عارفة صنع اللي تحت فعملها اللفوق كتير اللفوق كتير اللفوق كتير وأنا مش عارفه صرفه وصلنا على الليتاح وقولها لكم عرب رسمة تاني لد نركز كده آCause 타�えⁿ pasó سيوم آموسسيس بأ vigilar المنطقة هنا كنا είναι يعني المنطقة السام هناك الخطوة دي وقفة فاللي فوق عماليسي سبحان الله بيقولك الاضر طايبس بعد كده اللي نتيجة خلل في الميسيونين سنسيز الميسيونين سنسيز بيحصل ان انا مش عارف اعمل ريمي سايليشن للهوموسيستن وارجعه الميسيوني انا زي ما كنت بعجيب من بحول الميسيونين لهموسيستن اقدر ارجع الهوموسيستن لميسيوني اه بس انا مش عارف ارجعه فاللي بيحصل اللي بيزيد الهوموسيستن ماشي يعني انا مش عارف ارجع الهوموسيستن اللي ميسيوني فالهوموسيستن بيزيد نفس الحكاية فيعمل لي وقال لك الفيتامين بي 12 والفوليت لو هما نقصين فيهم برضو دول بيساعدوا الانزايم فهم نقصين فالانزايم كمان مش هيشتغل تاني تركزوا معايا كده عندك حاجة اسمها هوموسيستن يوريا الهوموسيستن يوريا دي بتعمل ايه هسملك الشاشة نصينا هوم قال لك يا اما هتبقى طايب 1 يا اما other types الطايب 1 ايه اللي فيها قال لي مشكلة في السيستصيونين سنسيز انزايم السيستصيونين سنسيز انزايم مش شغال اه اللي بيزيد اللي قابله اللي هو ايه الهوموسيستن والميسيونين او السين طب الاسر طايب قال لي اللي مش شغال الميسيونين سنسيز انزايم فاللي بيحصل انا مش عارف ارجع الهوموسيستن لميسيونين فمين اللي بيزيد الهوموسيستن بس فالهوموسيستن يعني ادي الهوموسيستن ادي الهوموسيستن عندك بعد كده المرض التاني اسمه سيستا سيونينوريا يعني اسيستا سيونينوريا يعني السيستا سيونين نزل في اليورين ادي السيستا سيونين نزل في اليورين نتيجة مشكلة في الايه في السيستا سيونينيز انزاي انت لو مش عارف تكسر السيستا سيونين سيونين السيستا سيونين هيزيد ويخرج لك في اليورين يعمل لك سيستا سيونينوريا اللي بيكسره سيستا سيونينيز مش شغال يزيد يحصل لك سيستا سيونينوريا طب بيقولك ايه بقى علاج الحاجات دي علاج الهوموسستينيوريا والسستة سينيوريا ان انت تدي له اكل فيه ميسيونين قليل بس فيه سستيين كتير وفيتامين بي 12 وفيتامين بي 6 كتير ليه برضو الموضوع ده انا مشكلتي كلها ان الميسيونين كمان كان زايد صح خلاص مش الميسيونين ده بتاخده في الاكل قليله طيب انت ما هتقلل الميسيونين مش السستيين كان بيتصنع من الميسيونين انت كده هتحتاج السستيين ماشي زوده في الاكل زود له السستيين في الاكل وزود له كمان الفيتامين بي 6 وبي 12 لان نقصهم كان بيعملك هوموسستينيوريا كان بيساعدوا الانزايم اللي هو الميسيونين سينسيز ماشي دي كده مراجعة لاثنين امين واسد مع بعض استهدف لك كده صح صح معايا تاني ان شاء الله هتبقى بسيطة بس تركزوا وكرروا معايا يعني قولوا معايا وانا بقول قلتلكوا ان السستيين انما الميسيونين باخدهم برا الجسم لاثنين جلوكوجينيك لاثنين جلوكوجينيك لان هما بيقدروا يدوني بايروفيت طيب السستيين ده بيجيبين منين يا سلمة بجيب من السيرين ومن الهوموسستيين بجيب من هنا الكاربونسكليوتر وبجيب من هنا الثيولجرو حل؟ ماشي طيب ايه كمان؟ اهميته بقى اللي بيديني جلوتاثيون بيعمل لانه هو بيكون لسستيين وسستيين يدوني سيستين وده اللي بيحافظ على التركيه في البيل أسد بيحاول التورين يقدر يديني سوديام توروكوليت بيعمل ديتوكسيفيكيشن قصدي بالديكاربوكسيليشن معلش بالديكاربوكسيليشن بيديني ايه سيول إسانولامين اللي بيمسك في البنتوسينيك أسد يديني أربعة فصو بنتوسين أهميته ايه في العصائل كاريير بروتين ومساعدة نظيم كو ايش وكمان السيول جروب اللي هدور في ان هي بتبقى اكتف فورم الانزيمات بسم الله بيديني البابس البابس ده اللي قلتلكم اللي هو ديتوكسيفيكيشن لإندول والسكاتول وفصال فوليبن ماشي طيب يبقى أنا كده حدد لقتي قلتلكم السيستيين امبورتنس كلوتاسيون استابيلايزيشن بايل سولتس أربعة فصو بنتوسين دي مهمة لأربعة فصو بنتوسين مهمة في القصائل كاريير بروتين والكو ايش والبابس مهمة ديتوكسيفيكيشن لإندول والسكاتول وفصال فوليبن ماشي طيب المسيونين كان في أهميته ايه كان بيديني السيستيين لقبل كده والسام مهمة للصبح السام مثال دونر بس يعرفوا انه بيحول الجونيدو أستات لكرياتين وليبوتروبك فاكتور اه لأنه له دور مهمة قوي في الVLDL الكولين كان مهمة في تصنيع الVLDL والأبو بروتين مهمة الVLDL ماشي طيب الامبورن إيروز بقى قال للسيستيين كان عندي سيستينيوريا وسيستينوزس سيستينيوريا ويزيد أربع أمين وأسد في اليورين بس أهمهم السيستين فبسميها سيستينيوريا والسيستينيوريا مترص بالكريستال في حاجات تانية وتعمل لك ايه رينال فانكشن ماشي والطفلة بيموت بردي فيه يبقى سيستينيوريا سيستينيوريا زادت في اليورين السيستين سيستينوزس مشكلة في الستورج طيب المسيونين قال لك فيه هوموسيستينيوريا وسيستا سيونينيوريا هوموسيستينيوريا قال لك طيب واحد بيبقى مشكلة في السيستا سيونين سينسيز فانت مش عارف تصنع السيستا سيونين فيزيد اللي قابله اللي هو ايه اللي هو الهوموسيستين والسيم والسيستين ساعدتها بيبقى أسينشيال واسسينشيا لأنك متعرفش تصنعه السيستة سيونين إنزاي المشغال اللي هو السيستة سيونين سينسيز يعني سيستة سيونين سينسيز إنزاي المشغال فأنت مش عارف تصنع السيستة سيونين اللي بيديك بعدكه سيستين فمش عارف تجيب سيستين فالسيستين بقى السينشيا لازم تأكله لأنك مش عارف تصنعه أصلا المرض ده بيعمل بيعمل فرمبوزس استيوبروزس جراطوات واللي هو حشية عظام وقال لك النوع التاني ان الميسيونين سينسيز اصلا مش شغالي يبقى طيب 1 سيستا سينسيز طيب 2 ميسيونين سينسيز مش عارف تعمل ريمسيليشن من الهوموسيستيين وترجعوا الميسيونين فالهوموسيستيين بيزيد يبقى الهوموسيستين يوريا بيزيد لك ايه بيزيد لك الهوموسيستين اللي هو 2 هوموسيستيين يا اما مش عارف اصلا اصلا مشكلة في السيستا سينسيز يا اما مش عارف ارجع تاني مشكلة في المسيونين سانسيز والتاني المرض اللي هو السيستا سيونين يوريا اللي بيحصل سيستا سيونين بيزيد نتيجة خلل في السيستا سيونينيز اني مش عارف اكسر علاج الكلام ده ايه ادي له سيستايين في الاكل عشان هيحتاج بس قلل المسيونين اللي عاملك المشاكل دي و ادي له فيتامين بي 12 و بي 6 تمام بعد كده بقى عندك ايه قال لي عندي حاجة اسمها برانش دي تشين اماينو اسد ايه برانش دتشين اماينو اسد دي انا Compassion بيبقى فيه بيبقى فيه بعد كده الكربون سكليتون الكربون سكليتون هنا متفرع بتشكل ده كده اسمها برانش دتشين اماينو اسد برانش دتشين اماينو اسد دي هي عبارة عن بالين ليوسين و ايزوليوسين بالين و ليوسين و ايزوليوسين ger بيطر حنونا الحمد لله بقولها من بره و بره و نفسじゃない لنسة في join لتصنيع غالص طيب انواعهم بس هي اللي فيها كلام شوية الفالين جلوكوجينيك لان بيدي لك سكسنالكو اي اليوسين كيتوجينيك بيدي لك اسيطايل كو اي واسيتو اسيط دي حاجات بتصنع لك كتون باضل مش مهمة الجزء ده مش مهم ما تدخلش نفسك في تفاصيل لايزوريوسين ميكسد لانه اي قدر يدي لك الاتنين بروبيونايل كو اي واسيطايل كو اي و او يقدر يديك حاجات تاني ماشي طيب بيقول لك كل اصلا البرانشد تشين امينو اسيدي بيحصل لها ترانسا امينيشن لبرانشد تشين الفا كيتو اسيد وبعد كده يحصل لها اكسيدا دي كاربوكسيليشن وتديك ايه الكوريسبوندنج لورد شين اسيطايل كو اي الجزء ده مش مهمه خالص بقد بصوا كده عشان تبقوا مصح صحيح معي اللي عايزاكوا تعرفوه في الموضوع ده الفالين قلت ان هو ايه جلوكوجينيك بيديك في الاخر سكسنال كو اي طيب اللي يوسين ده كان كتو جينك بيديكك ايه بس بقولها لكم ايزو ليوسين ميكسيد يعني سكره هو ايزو ليوسين اسمه مقصومه السنوه يبقى هو ميكسد بيجمع باللت ايه يديكوا دائنة ويقدر يديكوا دائن ايضاين يدوكوا دائنة orian غوكوجينيك ليوسين كيتو جينك ايزو ليوسين ميكسيد مشي طيب ايه اهم جزء في الموضوع ده الجزء اللي فعلا علياه سؤاله seguille Pink váELLa و هو مرض وروسي اللي هو اسمه مابل سيروب يورين ديزيز هذا عبر عنه جينيتك ديزيز نتيجة في البرانشور ديشين امينو اصد البريانشور ديشين امينو اصد الالفا كيتو اصد ديشين اصد اللي بيكسرهم اللي هو رشين امينو اصد مشتغل فاللي بيحصل قالك ان الكوريسبومنج مرانشور ديشين ألفا كيتو أسد بي زيد نسبتهم بزيد فاهمين نسبتهم بزيد فإنه يحصل يبدأوا يخرجوا في اليورن يعني هم زادوا في الدم يبدأوا يخرجوا في اليورن في اليورن بيبقى شكله شبه هذا كده شبه حجة اسمها برانت شجر سكر محروق بيرنت شجر اللي هو السكر المحروق السكر المحروق ده أو الشكل ده شبه ايه حاجة كده مش عارف اسمه نبات القي قبين حاجة شجرة كان بتطلع لك عصارة كده زي عارفين قصب السكر نفس الفكرة كده يعني فهم سموا الموضوع ده مابل سيراب يورن ديزيز لأن البول بتاع الأشخاص دول بيبقى شبه السكر المحروق ورحتوا شبه السكر المحروق قوي بتبقوض حاجة دنيا تجار أكتر في الأطفال الصغيرين بتعمل الحاجة اسمها ايه؟ من تلترديشن تخله فاقلي تمام؟ يبقى المابل سيراب يورن ديزيز مشكلة في الايه؟ الالفا كيتو أسد دي هيدروجينيز فبيزيد الالفا كيتو أسد فبيعمل لك حاجة اسمها ايه؟ مابل سيراب يورن ديزيز رحتوا شبه ايه؟ البرند شوغر اتفقنا؟ ده كده ده ملخصتين يوم هو نفس الحكاية يعني لبرنش الاتشين أمينو أسد تركو فالين ده جلوكوجينيك وتركو ليوسين كيتوجينيك ايزو ليوسين ميكسد ايزو ليوسين يبقى ميكسد كلوكوجينيك وكيتوجين ميش قالك المابل سيروم ديزيز البرند شوغر بيبقى دفكت في البرنش الاتشين أمين ألفا كيتو أسد دي هيدروجينيز فيزيد الألفا كيتو أسد في البلازمة فتخرج في اليورن بتعملك من تريترديش ميش بعد كده نحل لكام سؤال سوا راجع معاكم الأول قبل لا سعلا نستخصح بقى احنا غلصت في الايكرا ونخلص السيستيين ده سلفر كونتينيج أمين واسد مالويا سلمة نان اسينشيل بييجي منين السيرين بيجيب للكاربونسكيلاتور هوم الهوم سستيين بيديك الصيول جروب غلوكوجينيك اه لأنه يقدر يديك بيروفيت ميش ده تصنيعه قلنا كتير يعني مش عايزة أكرر تاني بس يعني ايه المسيونين بيديك هوم سستيين هوم سستيين على السيرين يديك سستا سيونين وده كمان الكلام ده نبقى في الأمراض ها وبعد كده سستيين يديك سستيين ماشي أهميته بيكون لك السيستين اللي هو تنين سستيين اللي بيستخدم في ستابيليزيشن للبروتين زي الإنسل وبيديك البايلسولتس بيديك سيول السنولامين اللي بيمسك في البنتوسين يديك أربعة فصفة بنتوسين بيستخدم في الأسل كرير بروتين والكو إيش أنا هفستعمل تكرار معكم على فكرة والله طيب وبيستخدم كامل تصنيع الجلوتاسيون اللي هو إيه جيلايسين سيستيين جلوتاميكاس والسيين الجروب مهمة لبعض الإنزيمات H2S آه بيستخدم في البابس البابس ده ديتوكسيفيكيشن للإندور والسكاتور وفي الصلف وليبت ماشي مبورني إيروز سيستين يوريا سيستيين وسيستيين مسكوفاة عملو لك سيستين السيستين زاد في اليورن أو زاد في اليورن اللي واحده لأ أربعة عمينو أسد زاد كمان سيستين ولايسين أرجينين وأورنسي بتزود حجم اليورن تعمله تديره دي بين السلامين عشان تعالج الموضوع طيب السيستينوز يبقى مرض في التخزين للستورج يبقى بيترسب إيه سيستين كريستل في رتكل واندوسيليا لسلز وما ببوضة الكليا تعمل لك جنرالايز عمينو أسدوريا وببوضة لأطفال الصغيرين ماشي الجلوتاثيون كان أهميته إيه قلتلك أنه هو امتصاص للعمينو أسد إزالة يعني هو anti-oxidant بيسير موضو الضر ويتوكسفكيشن للبرومو بنزي امتصاص إزالة ومساعدة لبعض الانزيمين زي الجلوتاثيون insulin transhydrogenase و الميلو أسيتو أستيت ايزوموريز ماشي الميسيونين كان سيلفر كونتينين عمينو أسد الحمد لله إسينشيال لو أخده من بره فمارش تروق تصنيه جلوكوجينك جلوكوجينك عمينو أسد ماشي أهميته قالك بيتخدم في تصنيع السيستايين أول واحد ولوه حاجة مهمة أول اكتب فورم أو الميسايل دومر بتاعه اسمه السيم السادينو زي الميسيونين والميسيونين كمان مهم للVLDL لأنه هو ليبوتروبك فاتو بيصنع لك الكولين المهم للVLDL والإيبوبروتين المهمة للVLDL ماشي السيم بيحول لك بيعمل لك transmisylation بيحول لك الجوانيدو أستيك لكلياتين وبقي الحاجات تقروها معادي ما فاش حاجة طيب الهموسستينيوريا قلت لك أنه هو نوعين يا إما طيب 1 هقولها لك عرص يا إما طيب 1 مشكلة في في السيستايينين سينسيز انزاي فبيزيد الهموسستيين وبيزيد لك الميسيونين ماشي ده طيب 1 طيب أذر طيب أنت مش عارف تعمل ترجع تاني الهموسستيين مش عارف ترجعوا الميسيوني دا كد الهموسستيين مش عارف ترجعوا الميسيوني فالهموسستيين بيقزي يعني في كل حالات شايفين الهموسستيين دا مش عارف تتخلص منه يعمل لك هوموسستينيوري الهموسستين هو يا إما مش عارف تنزله تحت تتخلص منه والسستاونين ستزيد في ايضا في الم dick تاني مرض اسمه يعني ايه اللي بيحصل قصرب السيستاونين اين problem يميشان بتعليله ايه تقليله الم Kerry بسطيان بجي يطويمي ؟ حل بدي مراجعة على الاتنين يعني اقولها لكم في سارية برضه السيستايين اهو جلوكوزينيك ده غلوكوزينيك ده ما بالستينشل بس ده ميسيونين استينشل ميسيونين استينشل السيستايين بيجي ميسيونين والهم صيستايين بالنسبة الوظائف ده الهوام استابلازيش باي الاسد اربع فوسفوبنتوسين بقى البابس خلاس عارفناه طيب الميسيونين السام اهم حاجة فيه والله يبطروك فاكتو هذا يحدث منه Cystinuria الاربع أمينو أسد يزاده في اليورن الي ضعي أمينو أسدوري والSystinosis نتيجة خلل في الستورج و يتموت الأطفال باتش لأنها ببوزة كلها تعمل لك جنوريز أمينو أسدوري إلا من المسيونين هومو Cystinuria يأما طيب واحد مشكلة في Cystinus يأما طيب دو مشكلة في المسيونين سنسيز أو Cystinus أو Cystinuria تيجب مشكلة في Cystinus تمام؟ بعد كيه عندك البرشودتشين أمينو أسد كان عندك إيه؟ كان عندك الفالين والليوسين والإيزوليوسين قلت لك إن الفالين ده جلوكوجينيك اليوسين كيتوجينيك أيزوليوسين غلوكوجينيك وكيتوجينيك يعني مكسف مابل سيرا بيراندزيز بيحصل إيه؟ مشكلة في الألفا كيتو أسد دي هيدروجينيز فبيزيد الألفا كيتو أسد تعمل لك حاجة في اليورن اسمها إيه؟ بيرنت شجر ريحة السكر المحروقة تعمل منتا ريترديش كم سؤال بعض؟ بيقول لك السيستيين is non-essential ماشي اتفقنا على كده فبيتكون بيتكون من إيه؟ مسيونين والراجينين والليسين بيتكون من مسيونين أو الحاجة لو فاكرين طيب المابل سيرا بديزيز كوزد بيتفكت في الميتابوليزم بتاع الإيه؟ كان بتاع البرانش ليتشين أمينو أسد غلايسين؟ لا سيستيين؟ لا ليسين؟ ليسين صح يعني لو قلت لك ذالين أو ليسين أو أعيزوا ليسين كلهم صح الأمينو أسد يوزد في الديتوكسيفيكيشن بتاع البنزوك أسد ده سأل من أول محضرة سأنا أسدت أحطه لكم والمناسبة لأسئلة دي الدكتور أعلتها في الشرح اللي هو إيه؟ كان الغلايسين ماشي تهمتم يعني فهو توفيق من ربنا أتمنى يا رب أني أكون قدر توصل محضرة دي واللي فاتت كمان بشكل كويس وتكونوا استفدتم لو محتاجين أي حاجة أنا بقرأ الكومنتات لو في أي سؤال وبرضو فورم الفيدباك موجود لو حابين ليكم أي تعليق على الشرح وكمان موجود البوت بتاعنا بتاع البايو بينزل في الديسكريبشن كده بتاع الفيديوهات بتاعتكم في قناة الدفعة في الفيديوز والريكورتز القناة دي بينزل لكم كمان بوت البايو هتلاقوه موجود لو محتاجين أي حاجة أي سؤال على أي حاجة هكون معكم إن شاء الله في أي وقت بس بالتوفيق إن شاء الله ربنا يصابت خطاكم دايما وتنسوش تدعو لي معاكم السلام عليكم